تعدل الأهلي بهدفين لهدفين كان بالإمكان أفضل كثيراً مما كان بالنظر لعدد الفرص اللي أهضرها الأهلي سواء في الشوط الأول أو في الشوط الثاني من المباراة ومنها ضربة جزاء مهدرة بشكل غريب وهنا بشكل غريب أقصد أنه محمد هاني هو لتصدى ليها وكل من تابع المباراة تساءل وهو هاني ماسك الكورة ليه؟ ليه هاني؟ علشان نلاقي أنه اللي كان بيحصل هو أن محمد مجدي أفشا كان عايز يلعبها حسين الشحات راح يتكلم معه فخدها منه محمد هاني راح يتكلم معه حسين فخدها منه فحطها الناس كلها بتسأل فين علي معلول لقناه بعد ما محمد هاني حطها جاي من عند رمية التمس علشان يبقى بيعمل الفلو في حالة أن الكورة ارتدت محمد هاني لعبها سهلة وتصدى ليها حارس مرمى سانداونز المتقلق وقتها كان سانداونز متقدم بهدف دون مقابل سجل في الشوت الأول ضمن عدة فرص لأن الحقيقة الفريق ده قمة في التنظيم الفريق ده بيعرف يقدم كورة ممتعة جدا الفريق ده مشكلته الوحيدة اللي مخليه ما ياخدش بطولة أفريقيا حتى الآن منذ عام 2016 لما كسب على حساب الزمانك هو أن ادفاعه بيخطئ بسهولة لكنه فريق منظم جدا وفريق بيعرف يعمل تحولات بشكل ممتاز واللعيبة بتلاقي بعض فبالتالي بيعرف يستغل هو بذكاء أخطاء المنافسين واللي استغل لها النهاردة على مستوى عدة أخطاء دفاعية اضطرت مارسيل كولر إلى تغيير قلبي الدفاع سواء محمود متولي بين الشوطين مش عارف لأخطاء دفاعية ولا لإصابة ومحمد عبد المنعم رغم أنه كان سجل هدف التعادل برأسية جميلة كان بيحرجم عليها لأنه قبلها عمل ثلاث محاولات شبيهة وجاءت في الكرة الثالثة أو الرابعة حسين الشحيت وضع الأهلي في المقدمة بعد أسست من محمد الشناوي اللي عمل مباراة كبيرة جدا النهاردة ونجح في أن ينقذ الأهلي من أن تهتز شباكه مرات أخرى بيلعب كرة طولية حسين الشحات اللي كان لسه منقول من اليمين للشمال بيعمل مروغة وبيسجل في الزاوية الضيقة هدفا رائعا بيواصل به الفرمة المثالية اللي بيوصلها في المرحلة الحالية ولكن من خطأ دفاعي جديد ومن سوء تمركز ومن مشكلة في الضغط على لعيبة سانداونز السريعين جدا تصويبة يردها القائم ثم يسجلها بالمتابعة فريق سانداونز عشان تنتهي المباراة بنتيجة اتنين اتنين وما زالت المهمة صعبة لكن المفيد في القصة دلوقتي هو أن الأهلي ما زال مصيره بين أقدام لعبيه بالنظر لأن شكل المجموعة دلوقتي بقى بيضم سانداونز بسبع نقاط الهلال السوداني ست نقاط الأهلي نقطة والقطن الكاميروني زيرو صفر وهذان الأخيران يلتقيان في الجودة المقبلة علشان يبقى كل الفرق لعبه ثلاث مواجهات أكيد النتيجة غير مرضية وأكيد ده كان واضح على مستوى اللاعبين وعلى مستوى مارسيل كولر وأكيد كمان كان واضح على مستوى الجمهور اللي هتف بعد المباراة أفريقيا أو الرحيل موجها رسالة للاعيب الأهلي أن فرحتنا بصدارة الدوري ليست كافية لأن بطولة أفريقيا تبقى دائما مهمة جدا بالنسبة لجمهور النادية الأهلي